فاطمة شداد ذاكرة التراث الشعبي القطري في ثنايا التراث القطري المتخم بالثراء الفني والتنوع الثقافي ذو الجذور الضاربة في أعماق التاريخ حيث بدايات الفن للإنسان الأول تولد حكايات الإبداع وجمال الأصالة المعمرة ولأنه كذلك فقد وجدت الفنانة فاطمة سعيد شداد البيئة الخصبة لحفر اسم اقترن ذكره بالفن الأصيل والتراث القطري المتماسك وأصبحت ذاكرة فن لا يمحى في ستينية القرن الماضي ولدت فاطمة شداد في مدينة الدوحة ضمن أسرة فنية إذ ينتمي والدها لفرقة شعبية تطقن الليوة والطنبورة وبعض الفنون الشعبية بيئة محفزة وشغف يدفعه الاعتزاز بالتراث أسهم في تشكيل الشخصية الفنية لفاطمة شداد لتكون الانطلاقة بانضمامها لفرقة أسماء الحارب المتخصصة بتقديم الفنون الشعبية النسائية فكان الأمر نافذة لتأسيس فرقة النهضة للفنون الشعبية وبتشكيلتها النسائية تميزت الفرقة احتراف الآداء بمصاحبة الفرقة الموسيقية فنالت ثقة والدها بالانتماء للفن القطري أثبتت فعاليتها في إحياء التراث تفردت به رائدة الفن الشعبي فكانت انسجلت للفرقة أغاني عديدة منها ردك الله علينا وغربي هواكم يا هل الدوحة من كلمات وألحان الفنان القدير خليفة جمعان وهي التي ذا عصيتها وانتشرت في قطر والخليج ومعظم البلدان العربية غربي هواكم يا هل الدوحة بفهم متزن أدركت أم سعيد كما يحب تسميتها البعض وهي التي عاشت وحيدة إن العالم مليء بالمعاناة لكنه أيضا مليء بالانتصار فكان العطاء سيمة في مرحلة مشوارها الذي لا يقفل منعطفات مهمة منها انضمامها لمؤسسة الريان الإعلامية وتأسيسها في فرقة فاطمة شداد وهي الفرقة التي انتهجت إحياء الفنون النسائية التقليدية في سوق واقف وكان الانبهار والتبوغ لنكهة التراث انطباع دائما لمرتاد السوق عرفت الفنانة فاطمة قيمة الحياة حين وجدت شيئا تناظل لأجله واستمرت خطوات الصعود والإنجاز التي لم تأتي مصادفة وبإسهامات متعددة استحقت لغض رائدة الفن الشعبي القطري شاركت في مسلسلات إذاعية مع كوكب من الممثلين القطريين ولأنها كانت تنشد التنوع في الإبداع فقد أسهمت بأعمال عدة في مجال المسرح أيضا ليشيد النقاد بدورها وتنال جائزة التمثيل بجدارة وبمشوار يحيط الفخر به من كل مكان غادرت فاطمة شداد الحياة في يوم الأحد الموافغ 22 نوفمبر 2020 تارك بصمتها الفنية على الساحة القطرية والخليجية نبأ رحيلها فاجعة أوجعت كل محبيها ومحبي الفن الأصيل لتتزاحم عبارات الأسى والأسف في مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي حزنا على سيدة مبدعة استطاعت بفنها وبساطاتها احتوى قلوب الناس من ثراء الفن القطري بدأت ولأجله بذلت حياتها حتى النهاية مؤمنة برسالتها التي لخصتها بقولها منذ ولدت أعرف طريقي وأعرف أني ولدت لأغني ولأحفظ التراث القطري الفني من الاندثار وأنقله للأجيال وهكذا فعلت لتبقى ذاكرة الفن الشعبي خالدة في الوجدان والذاكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر